أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تشهده علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين والجمهورية التركية من تطور ونماء في مختلف المجالات سمو أكد أهمية مواصلة تطوير التعاون الثنائي على كافة الأصعدة وبالأخص الاقتصادي منها بما يفتح أفاق أرحب في مسار العلاقات المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإكزيبية اليوم بحضور سعادة الدكتور عبدالطيف براشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي السيد مولود شاو شوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية بمناسبة زيارته لمملكة البحرين حيث نقل معاليه تحيات فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء كما حمله سموه نقل تحياته إلى فخامة الرئيس التركي وقد أشار سموه إلى أن العلاقات البحرينية تركية أخذة بالنمو في الجانب الاقتصادي وفي شتى المجالات مؤكدا أهمية الدفع بأوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين نحو مستويات أكثر تميزا تخدم المصالح المشتركة وتحقق التطلعات المنشودة للبلدين والشعبين الصديقين وخلال اللقاء تم استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف المستجدات على الصاحتين الإقليمية والدولية من جانبه أعرب معالي وزير خارجية الجمهورية التركية عن شكره وتقديره لصاحب السموه الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص واهتمام لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والنماء